لما بنروح نجيب كلب بنروح نجيبه عشان يكون صاحبنا يكون الشخص الوافي اللي في حياتنا وبيني وبينكم عشان نكون صرحة اللي بيربي كلب بيكون دايما عنده مشكلة مع الناس فبيشوف ان الكلب ده اوفا كائن طيب دلوقتي انت لما بتجيب الكلب ليه بتهمله ليه بتنسى اوقات كتير انه عنده طاقة ومحتاج انه يلعب وتبتدي تشتكي انه بيلعب معك بالعض او بيبوص في البيت طيب ما احنا لو ركزنا شوية عندنا الاطفال الصغيرة يا بيطلعوا النادي يا بينزلوا يلعبوا في الشارع لو ما عملوش الحاكتين دول هيبهدلوا مامتهم في البيت ده طبعا بجانب الدراسة الدراسة لو مش موجودة هيكون في طاقة اكبر موجودة بسبب ان الدراسة كانت بتشغل وقت كبير ومجهود كبير من الطفل ده نفس الفكرة عندي في الكلب لما يكون قاعد في البيت طول اليوم طب ما هو ما بيعملش حاجة وبيبقى زهقان وفي نفس الوقت لازم تكون فاهم انك لازم تدي لكلبك وقت وقت في التدريب وقت في تفريغ الطاقة لان النتيجة اللي انت بتحصل عليها بتكون نتيجة تعبك ومجهودك مع الكلب الكلب لو استكشف لوحده وابتدى يتعلم لوحده هيبوص في كل حاجة لانه ما يعرفش قيمة التلفزيون بالنسبة لك ايه ولا انت دافع فيه كامل ولا انت بتخافي على السجاد بتاعك قد ايه هو ما يفرقلوش اي حاجة غير وجودك انت فبالتالي انت اللي بتحطيله الروتين انت اللي بتعلمه انت اللي بتاخد بالك من تفاصيل يومه عشان التكرار هو اللي بيوصل الكلب انه يتعود على الحاجة اللي انت عايزها منه فلما تروح تقول ان الكلب بيغلط مرة او مرتين كل يوم في الطايلت ده معناه انه هيفضل يغلط مرة او مرتين كل يوم في الطايلت ومش هيبطل الغلط ده لكن لو انت من اول يوم بتركز وبتخلي بالك ان الغلطات دي ما تحصلش هيبتدي الكلب يتعود ان ما فيش حاجة اسمها غلط وانه دايما بيعمل الصحر وهنتكلم عن نقطة العقاب في الفيديو الجاي فالو انت مش متابعنا ما تنساش تعمل لي فولو عشان خاطر تشوف الفيديو اللي جاي وتعرف هتعاقب كلبك ازاي اشوفكم في الفيديو اللي جاي السلام عليكم وعلى فكرة ما فيش حاجة اسمها عقاب بس احنا هنعمل فيديو عن العقاب